للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من إسطنبول أبو طالب العبدالله مراسل الغد إذن أبو طالب ماذا يدور في أجواء هذا الاجتماع اليوم نعم هو اجتماع روتيني شروق لأن الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس رجل طيب أردوغان بتثبيت موعد الانتخابات وأنها ستجرى في الرابع عشر من مايو المقبل وهذا الاجتماع الآن يعقد في إطار دوري لتحديد عدة أمور أولا التقويم الانتخابي كما يطلق عليه وهو تحديد الوقت الزمني لتقديم المرشحين وتحديد اللوائح الانتخابية وكذلك تقديم الأحزاب لمرشحيها في هذه الانتخابات وتثبيت أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة وكذلك إعلان الموظفين الحكوميين استقالاتهم من الآن مناصبهم ولتمهيد الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في نفس الموعد رئيس لجنة الانتخابات أعلن في تصريح مقتضب البارحة بأن الانتخابات ستجرى في دورتها الأولى في الرابع عشر من مايو في حال لم تحسن من الجولة الأولى الجولة الثانية ستكون في الثامن والعشرين من نفس الشهر وبالتالي هذا الاجتماع اليوم تحدث عنه رئيس لجنة الانتخابات بأنه سيبحث تحديد الأحزاب السياسية وتثبيت هذه الأحزاب ومن الذي سيشارك ومن الذي لم يشارك لأن هناك عدة ربما أسس قانونية لمشاركة الأحزاب النسب المئوية وما إلى ذلك وبالتالي ننتظر ما ستقول إليه تصريحات لجنة الانتخابات وكذلك التي ستحدد ربما بشكل أوضح التقويم الانتخابي في وقت لاحق شروع فيما يخص إجراء الانتخابات في المناطق المنكوبة أبو طالب هل تحدد مصير إمكانية تصويت وإجراء الانتخابات في هذه المناطق المنكوبة؟ حتى الآن لم يتم الحديث عن إجراء الانتخابات في ولايات المنكوبة شروع ولكن الحديث أن أهالي الولايات المنكوبة سيجرون التصويت في ولاياتهم التي لجأوا إليها والقانون يضمن لهم الإدلاب أصواتهم في أي مكان يتواجدون به لأن القانون كان سابقا يتحدث أنه من الضروري أن يتواجد أو يدلي الناخب في الولاية التي يقيم به قبل ستة أشهر تثبيت موعد أو مكان سكنه في هذه الولاية نعم شروف نعتذر شكرا شكرا جزيلا لك من إسطنبول أبو طالب العبدالله مراسل غد شكرا جزيلا